موسيقى صباحه المنتخب الإيطالي بيحصل كبار أوروبا زي أسبانيا وإنجلترا والفورتغال وبيودع المونديان بعد اختيارات جبانة من المدرب الإيطالي وقرارات عجيبة من الحاكم المكسيكي وتصرفات عضادة من المهاجم الورجواني بس قبل ما نخدش في تفاصيل الماتش تعالوا نروح ونبدأ كالعادة بشوية أخبار عطاير أرسنل بدأوا بحثهم عن المواهب في كاس العالم وحطين عنيهم على كوادرادو لاعب فيورنتينا الإيطالي وكولومبيا وألاكسي سانشيز نجمه منتخب تشيلي والبارسا ولكن في ظل تقلق إلى اتنين في المونديال لازم أرسنل فينجر يشخ شخ جيبه شوية ريال مدريد بوا مرايبين قوي من ضم المهاجم الكولومبي لادمير فالكاو وفلورنتينو بريزموس تعد يدفع رقم محترم عشان يضمن خدمات اللاعب بالرغم من أنه ملعبش مطش واحد من شهور من ساعة إصابته بقطع فروباط الصليبي مع مناكل فرنسا الناحية الثانية بارشلونة قربه من الاتفاق مع ليبربول بخصوص لويس وارز بس لازم رئيس البارسا بورتميو يكون متأكد أن عقد لويزيتو هيكون شامل مدرب للتدريبات الخاصة أو على الأقل حكة بلاستيك علشان تحميه من الغرائز اللي عنده المنتخب الأسباني بعد ما صعق بخماسية من هولندا وثنائية من شيلي المرة دي بيصعق بجد بعد ما طائرة الخطوط الأيبيرية اتضربت بصعقة برقية وعلى متنها اللعيبة الأسبانية أثناء هبوطها في أسبانيا فرنديلي مدرب منتخب إيطاليا وأباتي رئيس اتحاد الكورا اللي اتنين استقالوا بعد لحظات من الخروج من المنديال بعد الهزيمة من أورجواي لو افترضنا ده ممكن يهدي شوية من غضب الجماهير فماعتقدش أن ده ممكن يعوض أندريا بيرلو أو بوفون اللي شاركوا للمرة الأخيرة في كاس العالم وخرجوا بشكل أقل بكتير قوي من قيمته لما المدرب يكون جريب بيخاطر بزكاء وبيحاول أنه يكسب فلازم يتقله هارد لك وشافو ولكن لما المدرب يكون سلبي في اختياراته جبان في قراراته وما بيتعلمش من أخطاقه فلازم يتقله مع السلامة ويتكسر وراءه الله من الآخر كده مش عايز أسمع الكلام المحفوظ وكلام الجرايد أن إيطاليا نزلت تلعب على التعادل وعشان كده خسر لأن برانديلي بدأ المباراة بتلاتة خمسة اتنين الخطة الأنجح في مسيرته مع الأزوري وكان بيلعب باثنين سترايكر صراخ بانوتينلي وينموبلي وبالرغم من أن الأداء كان عقيم في الشوت الأول فأداء الأورجواي هو كمان كان عقيم وبما أن التعادل في مصلحة إيطاليا فمش من الزكاء أنك تندفع هجوميا وتسيب مساحات وراء الأورجواي يستغلوها وتحللهم بها عقمهم الهجوم الكوارس كلها بقى بدأت في الشوت الثاني أولا قرار تبديل بالوتينلي وتضيع عليه تغيير على أن خايف أنه يضطرد مشكلة يتحمل مسؤوليتها برانديلي لأن العالم كله عارف أخلاق وتصرفات بالوتينلي وبالرغم من هذا أنت اللي اخترته يكون مهاجمك الأساسي وتبني عليه كل خطتك الهجومات الكارسة الثانية أنك لما تقرر أنك تخرج بالوتينلي فلازم تنزل بداله مهاجم يا إما إنسينيا يا إما تشيرشي اللي متعود أصلا يلعب جنب إيموبيلي في تورينو ولكن لما تقرر أن أنت تنزل بارولو في نص الملعب وتغير الخطة الخمسة أربعة واحد مع أنك مش بتعاني دفاعيا من أصله فده معناه أنك خفت وبدون أي داعي قررت أن أنت تدافع والنتيجة مش مضموطة الكارسة الكبيرة بقى هو قرار إشراك أنتونيو كاسانو لما يكون مطرود منك لعيب وعايز تبدل إيموبيلي مستحيل تكون بكامل قواك العقلية لما اختيارك يوع على كاسانو أولا فكاسانو هيخدم على مين وإنت ما عندكش مهاجمين من أساسه ثانيا لو هتعتمد أنه هيمسك كرة في نص ملعب الخص فكاسانو ضعيف بدنيا ومش هيقدر ثالثا كاسانو بطيء ومش هيقدر أنه يساعدك في سرعة أي هجمة مرتدة وفوق كل ده مش هيضف لك أي مساعدة دفاعية بالذات وإنت بتلعب ناقص من أساسه فمن الآخر كده قرار إشراك أنتونيو كاسانو جريمة كروية تستحق على أثارها أنك ترحل عن دكة المتاخب الإيطالي أما بالنسبة للحاكم المكسيكي فأقل ما يقال عنه أنه كان قاسي قوي على إيطاليا بالذات في طرد ماركيزيو الكرة فعلا فيها خشونة وممكن تستحق الطرد ولكن في حكام تانية ممكن برضو تعديها بإنذار ولكن إزاي بعد ما تطرد ماركيزيو تيجي عند لويس وارز وتعمل مش شايف لويس وارز بقى للمرة المليون بيأكد أن بالرغم من إمكانياته الفنية العالية قوي فأخلاقه واحترافيته في الملعب ملهاش مثيل فبعد إيقاف عشر مطشاط الموسم اللي فات في الفريمير ليج بيرجع يعض تاني تاني هي ده تالت والمرة دي في المنديال وقدام العالم كله هنشوف في أطر الفيفا هتاخد موقف وتوقفه ولا هيعمله مش شايفين هما كمان منتخب اليونان استفاق من حيثه لا يدري أحد وقدر أنه يتأهل الدور الثانية عشاء يلاعب كوستاريكا وهم مسجلين هدفين بس من ثلاث مطشاط فبعد ما تقدموا على الكوتفور واحد صف جابوا ثلاث كور في العرضة وقدر أنهما يجيبوا هدف الفوز في اللحظات الأخيرة وكل ده بقيادة سامرس اللي تقام مصدور راسل كرو وتحول لأقوى لعب في العالم وعمل كل حاجة في الكورة أما الكوتفور فبيحصلوا الكاميرا وبيأكدوا أن اللاعبين الأفارقة كفرديين عندهم إمكانيات وتقنيات عالية جدا ولكن كمجموعة فرقة واحدة قمة في العشوائية فممكن النهاردة يكسبوا البرازيل ويجوا بعدها بيومين يخسروا من غزل المحلة منتخب كولومبيا بيكشر عن أنيابه وبيصحق الساموراي الياباني برباعية بقيادة جيمز رودريجز واحد من أجمل وأحلى اللعيبة في المونديال والجول الرابع اللي جابه بيقول كل الكلام وفي نفس الوقت المطش شهد لحظة مؤثرة جداً وهي لحظة نزول حارس المرمى واندراجون في الشوت التاني علشان يدرب الرقم القياسي كأكبر لاعب بيشارك في تاريخ كاس العالم ويحطم رقم الكاميروني روجيمي منتخب الأرجنتين محتاج لنقطة واحدة بس عشان يضمن صدرته للمجموعة أما منتخب نيجيريا فهو كمان محتاج لنقطة واحدة بس علشان يضمن تأهله للدور التاني بغض النظر عن نتيجة المباراة التانية الأنظار كلها هتكون مسلطة على المدرب الأرجنتيني سابالا اللي بالرغم من أنه كسب أول مطشين إلى أنه ما أقنعش لا بالأداء ولا بالتيكتيك وفي كل مرة ليونال ماسي هو اللي بيمقزه أما منتخب نيجيريا فهيلعب بالأربعة اثنين ثلاثة واحد اللي عب بيها في مطش إيران اثنين ارتكاز اونادي وميكل قدامهم ثلاث طيارات بابا توندي أحمد موسى وأوديم وينجي وقدامهم في توت في نربخشة تركي أمينيكي ومع نيجيريا طبعا التوقع مستحيل ممكن يعملوا مفاجأة تاريخية ويكسبوا الأرجنتين وممكن يشيلوا نتيجة كبيرة ويروحهم البرازين منتخب البوسنة ودع البطولة أما إيران فهتحتاج أن الأرجنتين تكسب نيجيريا وهم يكسبوا البوسنة بفارق لا يقل عنها ده فين عشان يضمنوا الصعود للدور التانية وبعد الأداء المميز جدا لقدموه ضد الأرجنتين المطش اللي فات فمسؤولية المهمة المستحيلة دي هتكون على كتاب المهاجم رزا ولعب خط الوسط مسعود شجاعي بعد هولندا منتخب فرنسا هو أكتر فريق أوروبي مقنع لغاية دلوقت ضد يدي الشامب يعتمد على 4-3-3 وتوازن ما بين الهجوم بقيادة ثلاثي بنزيمة بالبوينة وجيرو والدفاع بقيادة ثلاثي خط النص فوكبا متويدي وكاباين اللي بيدوا الحماية اللازمة للظاهرين والمساعدة الكافية في الدفاع والحرية التامة للثلاث اللود الناحة التانية أعتقد أن سويسرا هتنطفد بعد الهزيمة العريضة من فرنسا وتحقق فوز على هندروس بقيادة ثلاثي نص الملعب شاكا وشاكيري ووراهم زمايلي اللي لازم يلعب كارتكاس تاني جنب أينلر مكان بهرامي وبكده المجموعة الخامسة تكون المجموعة الأولى اللي بتشهد تفوق أوروبي على حساب منتخب من أمريكا اللاتينية ومنتخب من الكونكا كابا وقبل الختام لازم أذكر اسم الشخص الوحيد اللي قدر أنه يتوقع نتيجة إيطاليا ولرجواي صح وكان على يوتيوب طبعا بخلاف كل الناس اللي توقعت النتيجة بعد ما المطش خذ والكسبان هو في توري قبلانك سؤال حلقة للنهاردة بقى مين اللعيب اللي في العالم كله اللي نفسك تسايب عليه لويس وارز يقرمه أرمى أشوفكم بكرة في نفس المعد سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة